اهلا بكم الى لقاء الاولى شارك نحو مليوني مغربي في مسيرة احتجاجية رفضا لتصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كيمون التي وصف فيها استرجاع المغرب للأقليم الصحراوية بالاحتلال ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت لها مختلف الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني شعرات تندد بتصريحات بان كيمون وتؤكد على تمسك المغاربة بوحدتهم الترابية من جميع المدن المغربية توفد مئات الآلاف من المغاربة الى العاصمة الرباط للمشاركة في مسيرة مليونية للتأكيد على اهمية الوحدة الترابية وانتماء الصحراء للسيادة المغربية وكالة الانباء الرسمية المغربية قالت ان عدد المشاركين في مسيرة الرباط تجاوز مليوني مشارك بلسان واحد ندد المشاركون في المسيرة بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف المغرب بالمحتل مؤكدين على تباعية أقاليم الصحراء للمملكة لا يمكن أبدا للمغرب أن يقبل ذلك المغرب قدم تضحيات جسيمة من أجل صحرائه المغرب سعى إلى حل سياسي والمقرارات للأمم المتحدة تسير في هذا الاتجاه اليوم يعطينا الأمم العام للأمم المتحدة للخروج للزيغ عن هذه المقرارات والشعب المغربي يجيبه اليوم المغرب قدم مبادرات جريئة من خلال الحكم الداتي من أجل أنه إشراك ديال المغايبة اليوم في الجنوب من طاع المغرب المغايبة الصحاويين في نفس الوقت كي يطالب المجتمع الدولي الاهتمام بالمحتجزين في تندوف مسيرة الأحد جاءت بعد جلسة استثنائية جمعت أعضاء غرفتي البرلمان المغربي مجلس واب ومجلس المستشارين وتم خلالها تقدم تقرير مفصل حول حيثيات والتداعيات التصريحات الأخيرة لبنكيمون كما جدد المغرب الرسمي مواقفه الثابتة في الملف إن مؤشرات الإصرار على الخضوع لضغوط الخصوم ومحاولة جر الملف إلى مناقشة حلول لا تحفظ الوحدة الترابية للمغربي ستدفع بلادنا إلى اتخاذ ما تمليه عليه مصالح استراتيجية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والترابية إذ لا شيء يعلو فوق قدسية الوطن وكان الأمير العام للأمم المتحدة قد استخدم في تصريحات له خلال زيارته للمنطقة قبل أسبوعين كلمة الاحتلال لوصف علاقة المغرب بأقاليم الصحراء وهو ما رأت فيه الرباط حرافا للأمم المتحدة عن دور الوساطة الذي يفرض عليها عدم تبني أي موقف سياسي بين طرفين نزاع بعد أن سجل المغرب موقفه بشكل رسمي هاهم أبناؤه يسجلون نفس الموقف باحتجاج شعبي مواقف رسمية وشعبية سيكون لها أثرها على مسار الملف في أروقة الأمم المتحدة وينضم إلينا من الرباط الباحث في الشؤون السياسية والقانونية حاتم بكار سيد حاتم أهلا بك معنا في الأولى من سكاينيوز عربية قبل التحدث عن هذه المسيرات اليوم دعنا ننطلق من سببها الرئيسي تصريحات بن كيمون الأخيرة برأيك سيد حاتم لماذا أتت هذه التصريحات بهذه الصراحة وبكل وضوح وهل من دوافع جعلت بن كيمون يقول ما قاله أنا شخصيا لا أظنها صراحة من سيد أمين العام للأمم المتحدة بن كيمون بل أظنها خطأا مهنيا جسيما هي ليست حتى زلاقا لغويا أو خروجا عن الأعراف الدبلوماسية المرعية بل كانت خطأا مهنيا وخرقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على هذه المؤسسة الدولي الحياد وبالتالي على من يمثلها من موظفين دوليين على رأسهم سيد أمين العام الذي كان عليه أن يؤدي دور الأمم المتحدة دور الوسيط دور الموفق دور الميسر للمفاوضات لكنه حاد عن هذا المصار القانوني المصار الأممي بحيث أنه ارتكب خطأا مهنيا لا فقط بتصريحاته لكن كذلك ببعض الإشارات التي قام بها حين زيارته من سبيل إشارة النشر التي لم يكن لها سياق وتبرز خروجه عن الحياد الملزم له قانونا كما أن الصراع اليوم بخصوص قضية صراع ليس صراعا عسكريا هو صراع قانوني وبالتالي هو صراع مصطلحات لا يمكن لمسؤول بهذا المستوى أن يستعمل مصطلحات قد تؤثر على المسلسل الأممي بشكل كامل ولها تداعيات خطيرة على المنطقة بطبيعة الحال سنتحدث عن تداعيات الموضوع على مسألة الصحراء بالتحديد لكن كما ذكرت سيد حاتم شخصيا لا تعتبر أنه انزلاق لفظي من قبل بن كيمون بعض التصاريح الرسمية اعتبرت ذلك اليوم من المغرب لكن برأيك كيف يتعامل المغرب الرسمي اليوم حتى الساعة لنقل ما تم قوله وما تم اعتباره لنقل انزلاق لفظي من قبل بن كيمون هل ما رد به الشارع كافيا أظن أنكم شاهدتم اليوم توافق الإرادة الرسمية التعبير الرسمي للدولة وكذلك لا ننسى أنها مسيرة مليونية مغربيات ومغاربة أتوا من كل المداشر والقرى والمدن المغربية لم يأتوا لينددوا فالمغاربة لم يخرجوا من أجل السلب الفعل يكون دائما بالإيجاب وقد كان معبرا وواضحا إذ عبر عن توحد المغاربة واجتماعهم على قضاياهم الوطنية الأساسية أقول لك أستاذة الفاضلة حتى من كان خرج إلى الشارع الفترة وجيزة ووصل إلى صراع حاد مع الحكومة الأساتد المتدربون الذين كانوا يدادون بإصلاح وضعهم ومطالبهم كانت وجودية اليوم تجاوزوها واعتبروا أن القضية الوطنية فوق كل مطلب ولو كان وجوديا ثلاث ملايين يأتون من كافة بقاع المغرب إلى العاصمة في اليوم نفسه يغادر عاهل البلاد رئيس الدولة المغرب إلى دولة روسيا من أجل مهمة رسمية ومباحثات على مستوى القمة رأينا الملايين خرجت في دول عربية فسقطت أنظمة اليوم الشعب المغربي في توافق مع الإرادة السياسية الرسمية يبرز أن هناك ثقة مجتمعية أن هناك إجماع وطني على سمو القضايا الوطنية وهذا تعبير عفوي ينضم إلى التعبير الرسمي بالفعل هذا التضامن الرسمي والشعب بدأ واضحا كيف سينعكس برأيك على قضية الصحراء ككل التي باتت اليوم قضية دولية وباختصار لو سمحت رأيي الشخصي أن منظمة الأمم المتحدة إن لم تصلح الوضع في القريب العاجل إن لم تصحح هذا المسار الخاطئ وإن لم تنضبط إلى المصطلحات المرعية فإنها تعرض المنطقة إلى انزلاقات خطيرة جمهورية البوليزاريو الوهمية لها علاقة جد مشبوهة مع جماعات مسلحة وجماعات إرهابية وأنتم في تقريركم في العنوان الأول من هذه النشرة أشرتب إلى عملية قامت بها القاعدة في عمق الصحراء فهذه الجماعات المسلحة ممكن أن تؤثر على الوضع الجيوستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء والمثال الوحيد الآمن والمستقر هو المغرب النموذج المغربي نموذج ديمقراطية أكبر نسبة مشاركة سياسية كانت في الأقاليم الجنوبية إيمانا بالمشروع المجتمعي المغربي لجنة نزاهة صادرة على البرلمان الأوروبي أبرزت أن هناك اختلالات في تعامل دولة جزائرية والكيا البوليزاريو مع المساعدة المقدمة للمحتجزين في مخيمات تندوف وغيرها إذن ما هو النموذج المقابل هل هي ديمقراطية ووطن مستقر يمكن المغاربة من حياة كريمة أم ديكتاتورية عبد العزيز المراكوشي على رأس البوليزاريو أكثر من ثلاثين سنة أقدم القادة الأفارقة لا حرية ولا تعبير شكرا جزيلا للباحث في الشؤون السياسية والقانونية حاتم بكار على هذه المداخلة من الرباط ترجمة نانسي قنقر